السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في ابتكارات MTA النهاردة هنعمل مفتاح مغناطيسي يشتغل لما المغناطيس يبعد عنه يعني ممكن نعمل بي رامبة تشتغل لما الباب يفتح زي كده الأدوات هنحتاج حتتين بلسك 4 في 8 سنتي شريحة من الصاج الحديد مصمرين وشوية ورد وصلة سلك سلك كهربا وهنحتاج أي نوع مغناطيس ده نوع بيتبعزة ما هو كده في محلات إلكترونات هفتح فتحتين في أول وآخر البلاستيكا عشان تحط فيه المصامير هتنيها زاوية قايمة عشان تعمل علبة شكلها كويس وهيعمل التانية زيها وهيبقى ده مكان المصامير هاتني صابة الحديد 2 سنتي من أولها والباقي هقص الجنات بتوعه وعملوا أكن ورقبة وهتنيها على شكل سستة هسبتها على المصمر الأول ما بين وردتين والنحية التانية لازم يقابلها أي معدن غير الحديد عشان المغناطيس ما يأثرش عليه هنا استخدمت سلك نحاس وبكده الطيار هيفضل يشغال أول ما يقرب منه المغناطيس هيتفصل وهقص الزيادات من المصامير هربط السلك النحاس مع طرف من طرفين الوصلة السلك هوصل سلك مع المصمر المتوصل بالسستة وهربطها مع الطرف الثاني اللي وصلة السلك وهربطها مع الطرف الثاني اللي وصلة السلك لما نقرب المغناطيس منه هيتفصل الطيار أول ما نقرب منه المغناطيس وده رسم توضيح للجهاز كله ممكن توقف الفيديو وتشوفو كويس هقفل العلبة بوالزهب الأمير وطبعا ما ننساش أحدد المكان اللي هيتحرك فيه المغناطيس وأكيد طبعا هسد كل الفراغات بالشام عشان ننحماها من الكهرباء وكمان أداري المصمرين اللي بينين من الناحية اللي تحت هوصل لها سلكتين واجربها على دهرة كهرباء صغير كده اللامبة هتفضل شغالة وقرب المغناطيس هتقفل دي الدائرة الكهرباء لتشغيل اللامبة على 220 فولت ممكن توقف الفيديو وتشوفها وهنلاحظ ان حاطة المفتاح اللي احنا عملناها المغناطيسي مع مفتاح تاني على التوازي بحيث ان انا اقدر افتح اللامبة في اي وقت حتى لو باب مقفول ودي دائرة الكهرباء عادية هاخر سلكة واحدة بس منها وهركب عليها المفاتيح طبعا المفتاحين هيكونوا مع بعض على التوازي زي الرأسنا بالزبط ويساف اجيب حتة ساك صغيرة استخدامها لتعليق المفتاح هجيب حتة ساك صغيره استخدامها لتعليق المفتاح دي دايرة كهرباء عادية خالص كل الحكاية ان اضافت على التوازي مع المفتاح المفتاح المغناطيسي اللي انا عملته هسبت المفتاح المغناطيسي اللي عملناه فوق اول حتة في الباب طبعا المغناطيس بتاعنا دوت هو معمول اعمل زي المطاط يعني ممكن نتقص فانا هقص الحتة اللي انا عايزها بس وهلزقها مع صفيحة حرف يو طبعا احنا ممكن نستخدم اي نوع مغناطيس وهتنيع بالشكل ده عشان بحيث انها تبقى سهلة الحركة وعلقها فوق الباب تحت المفتاح بالزغط وبكده فعلا هي سهلة الحركة فوقه تحت كده طول ما الباب مقفول ما فيش نور او ما نفتح الباب نلاقي النور نور على طول وطالما الباب طول ما هو مقفول ما فيش نور ممكن افتح النور بالزرار اللي انا عامله زيادة دوت لو الباب مقفول اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب والاشتراك في صفحة الفيسبوك كان معكم محمد طلات من قناة ابتكارات MTA السلام عليكم اشتركوا في القناة